اشتركوا في القناة جيمس كليفرلي وسيدة إليشيا كيرنز رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطانية وأكد مع علي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة في كلمته خلال الحفل على العلاقات الوطيدة والمتنامية التي تربط الدول العربية الشقيقة مع المملكة المتحدة وتطلع إلى تعزيزها وتنميتها إلى أفاق أرحب في مختلف المجالات كما أكد مع علي بأن التعاون القائم والبناء بين الدول العربية والمملكة المتحدة يشهد ازدهارا واضحا في كل المجالات وأن العمل قائم على زيادة التعاون والتنسيق في المجالات الحيوية الأخرى كالطاقة المتجددة وحماية البيئة والسياحة وغير هذا الاهتمام المشترك كما نوهم عليه بأن المملكة المتحدة والدول العربية تربطهم علاقات تاريخية وطيدة لعبت دورا أساسيا في استقرار المنطقة من جانبه ألقى سعادة السيد جيمس كليفرلي وزير الخارجية البريطاني كلمة أكد خلالها على أهمية علاقات المملكة المتحدة مع الدول العربية وما توصلت إليه حتى وقتنا الحاضر مشيرا إلى وجود المزيد من الفرص الواعدة للتعاون مع الدول العربية في مجالات الاقتصاد والصحة والطاقة الخضراء والبيئة والثقافة من جانبها أكدت سعادة النائبة أليشيا كيرنس رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني أن المشاركة الكبيرة من أعضاء حزب المحافظين في حفل الاستقبال شاهد على الأهمية التي توليها المملكة المتحدة للأصدقاء والحلفاء في الشرق الأوسط ترجمة نانسي قنقر